يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 نادي الزمالك يطوج بكأس مصر عن موسم 2020-2021 أداء رائع جدا من نادي الزمالك النهاردة على مستوى الجهاز الفني أولا واللعبين وتحديدا في الشوت الأول ممكن الشوت الثاني يكون قل الأداء شوية أو بمعنى أداء يكون الأداء بقى دفاعي أكتر منه هجومي ده مش معناه أن النهاردة الزمالك في أي لحظة من اللحظات ما كانتش جيد صحيح الأهلي حاول في الشوت الثاني صحيح الأهلي اجتهد الشوت الثاني صحيح تغييرات سورش كان بيحاول بيها يعمل كسافة هجومية على النادي الزمالك لكن الزمالك أيضا تفوق دفاعيا في الشوت الثاني رغم الهدف اللي سجل فيه مرمى عن طريق حسام حسن لكن الزمالك الشوت الأول هي دي البطولة النهاردة الزمالك خلص البطولة في أول 45 ديئة أداء هجومي رائع جدا أداء خططي وفني ممتاز جدا في المقابل النادي الأهلي في 45 ديئة أولى تقريبا كان واحد من أقل أشواطه هذا الموسم اللي لم يكن في مواسم أخيرة كان فيه لغبطة كان فيه تفاصيل فنية وتكتكية مش موجودة اللاعبين على المستوى الفردي ما كانوش جايدين والدليل إن بداية الشوت الثاني سوالش غير ثلاث تغييرات يعني فيه ثلاثة على الأقل في الملعب ما كانوش في مستواهم فالطر يغيرهم ده بجانب التغييرة للترارية اللي كانت بخروج محمد شريف ونزول حسام حسن بصابة محمد شريف الكرة بتقول إيه؟ الفريق اللي كان بيبقى أفضل في 90 ديئة هو اللي بيكسب عشان كده النهاردة في المجمل في مجمل 90 ديئة الزمالك كان أفضل ففايز واسطحق بطولة كأس مصر نهنيه ونهني تحديدا الجهاز الفني بقيادة جزفالدو بريدة هتقولي ليه؟ أقول لك ليه واحدة واحدة الزمالك أول الموسم لو تفتكر خروج مبكر من البطولة الأفريقية نتائج سلبية في الدوري أداء مش جيد إيقاف القيد غيابات بسبب الإصابات لعبين مش عايزة تكمل مع النادي ومش عايزة تجدد في مشاكل في كل شيء لدرجة أنه الزمال كوية نفسهم لو سألتهم هيقولك لا لا الموسم ده مش بتاعنا ده الموسم ده يعني يا دوبك هنقف ناخد المركز الدهي في الدوري وهو يبقى الحمد لله وقد ترخير الزمالك تحول مع بريدة صاحب قرار عودة فيريرة قرار كان عظيم جدا جزاله فيريرة مدرب خبير مدرب يستطيع التعامل مع كل الزمالك في ظروف صعبة بسبب قوام الفريق الأوليل مش أوليل على المستوى الفني أوليل في العدد يقاف جيت فترتين إصابات لعبين مش مركزة أو بعضهم مش مركز لعبين كانوا بيجددوا عقودهم ومش عايزين لعبوا لحد ما يجددوا عقودهم تفاصيل كثيرة كل هاجي الظروف تخطاها بريدة وقدر يتعامل مع الظروف الصعبة جدا وقدم للزمالك وللكرة المصرية عدد كبير من اللاعبين الشباب المميزين من كم شهر كده سيد نمار لو كنت قلت لك أنه هيلعب في تشكيلة الزمالك كنت هتقول لا لا ده مدرب أكيد مش فاهم حاجة إزاي يجيب لعب صغير ويلعبوا كده عطول في وسط الموسم في مباريات صعبة لو قلت لك أحمد يوسف أسامة نبيه هيلعب كنت هتقول لي لا لا مستحيل ما ينفعش هو هيتجامل عشان خاطر والده لو قلت لك هيلعب بسيب جعفر تقول لي لا لا ده أكيد عشان الكابتن فاروق الراجل دفع بالشباب تألقت الشباب عوضوا الغيابات بقوا صفقات جديدة وكأنهم صفقات جديدة النادي الزمالك وقدر هذا الرجل أنه يحقق بطولة مع نادي الزمالك ومرة أخرى أذكركم وأذكر نفسي أنه احنا كنا بنقول الزمالك هيقدم موسم صعب جدا صعب جدا وده طبيعي وكان منطقي بالمناسبة كل حاجة تغيرت في الزمالك عشان برضو ما تقول ليش لا لا كريم انت بتبالغ لسه في بعض الأخطاء الفردية في بعض الأخطاء الدفاعية لسه يعني في شوية حاجات وتفاصيل بس اللي عمله فريرا لا عدى نص المشوار نص المشوار ايه؟ تلات تربع المشوار مع نادي الزمالك وأصبح للزمالك في الموسم الصعب ده بطولة هم بدقيا ولسه هو متصدر الدولي الممتاز وعنده كأس مصر عن الموسم الحالي ومعه بطولة ويقدر الموسم اللي جاي كمان يعمل فرقة أفضل فنجاح كبير لفريرا ونجاح كبير جدا للعبين اللي شاركوا واكتهدوا ترجمة نانسي قنقر